شو يعني الرجال؟ سؤال عم ينطرح أكتر وأكتر لدرجة أنه صار فيه مبشرين جدد متخصصين بالجواب عليهم مبشرين عم ينطلقوا من قلق حقيقي ليسوقوا لحالهم ويقدموا حالهم كمصدر إرشاد وحكمة للشباب الرجولة بخطر حسب أنبيا الرجولة وهنا يلي رح يعلمونا كيف نرجع نصير الرجال آلاف المتابعين والتعليقات معجبين، مدافعين بتدل شعبية أنبيا الرجولة على أنه مع كل الأشياء الخطرية اللي بيقلوها قدروا يحطوا إصبعاً عجرح قدروا يفهموا عمق القلق يلي بيحسوا فيه كتير من الرجال رغم امتيازاتهم بالمجتمع هيدا القلق جاي من عوامل كتير من تحولات بالعلاقات الجندرية بالأدوار المطلوبة من الرجال بمفهوم العيلة وغيرها وهيد تحولات خلقت قلق عند الرجال اللي تسقى بالنفس، ضيعان بالدور، أحساس بالعجز هيدا القلق جاي كمان من نظام اقتصادي آسي من نظام قبوي بيفرض أدوار اجتماعية صارمة على الشاب من سياسات اقتصادية بتستغل الناس هول كمان بيخلقوا قلق عند الرجال بس لأنبيا الرجولة كل هيدا مش مهم المهم هو المؤامرة الكونية ضد الرجال مش امتيازات الرجل بنظام قبوي هي المشكلة مش الرأسمالية اللي بتستغل الرجال مش الأزمة الاقتصادية اللي بتجوعه مش التعامل التعصف بالشغل ولا المواصفات الخيالية والأعباء اللي بيفرضها المجتمع على الرجال ليكون رجال حقيقة لا، المشكلة بالنسبة لأنبيا الرجولة بغير محل ما في قلق، في عدو دووجه العدو الوصف بسيطة عودوا لهويتكن كرجال شو يعني؟ يعني عودوا لذكرية قديمة متمثلة بالرجل يلي على راس العيلة بيسعى للنجاح الاقتصادي بس منفصل عن مشاعره مبتعد عن أي شيء ممكن يشكك برجوليته رجال فحل متسلط حجر فيه كون عنفة رجال بيسعى للانتاجية والمصاري قبل أي شيء تاني يعني ذكرية ثانية المشكلة أنه هيدا النموذج للرجولة سهل يتسوق له لأنه خيالي هيك بيحبوا يشوفوا حالهم أنبيا الرجولة والمشكلة أنه النماذج التانية لشو يعني مواحد يكون رجال نماذج مرتاحة أكتر مع حالة ومع علاقتها مع المرأ أصعب يتسوق له بكليبات أصيرة على السوشيال ميديا فيه كتير أمثلة عن شو يعني المرأ المستقلة بس شو يعني الرجال شو يعني الرجال إذا ما كان بالمواصفات يلي محددها محمد سكندر الجواب صعب فعلا وهيدا الفراغ يلي عم بعبوه أنبيا الرجولة المشكلة أنه هالجواب الوصفة بيترجم بخطر حقيقي عن النساء وبحولهم لجوائز لرجال بس هالحكي خطر كمان عرجال يلي بيحبسهم بخطاب بحول قلقهم الفعلي لأحساس دايم بالعجز ما بين حل إلا ما يصيروا أكتر عنفهم ومقطعين عن حالهم بعد أكتر هيدا الخطاب خطر بالسياسة كمان مع صعود سياسيين عنفيين عم بيستغلوا خطاب الرجولة ليبرروا سياساتهم هيدا الخطر في ربح لأنبيا الرجولة الرجولة صارت بزنس خطابهم بيروج لكتب وبودكاست وجامعات وأفلام شو يعني واحد يكون رجال صار عنده تمن خطر أنبيا الرجولة وضرورة التصدي لوصفاتهم ما بيلغي السؤال اللي بلشوا منه شو يعني واحد يكون رجال السؤال مصدر قلق اليوم عند الرجال لأن السؤال حقيقة بيفرض عليهم إعادة اكتشاف ذاتهم ودورهم شو يعني واحد يكون رجال سؤال ما عنده جواب واحد بس هو المدخل الوحيد لإعادة اكتشاف رجولة مختلفة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر